هذه أحصائية أولية مع انتشار المواد المخدرة في العراق بمختلف مسمياتها وعناوينها ذكرت ذاعة صوت أمريكا أن جهات فاعلة لها مصالح مالية فيما تعلق بالتجارة الخمور ستتحدى الحضر الذي فرضته حكومة السوداني حضر لم يكن لأجل مصلحة العراق بقدر ما هو محاولة لتشتيت الانتباه عن الأزمات التي تمر بها البلاد واحتقان الشارع من ترد الأوضاع وفقا لمعهد مركز الأمن الأمريكي الجديد المخدرات التي أصبح انتشارها أسرع من مساعي السيطرة عليها وفقا لوزارة الداخلية التي تكاد تعترف بعجزها بعد إعلانها استعانتها بالعشائر لملاحقة المهربين والمتاجرين بالمخدرات ضروري جدا شيوخ العشائر مجتمع المدني دخل في هذه الظاهرة الموجودة ويحد موضوع تعاطي المخدرات استحصلنا بها موافقة مجلس الزراع على إنشاء مصحات قسرية للمتعاطين وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أشار إلى إنشاء مصحات قسرية لمتناولي المخدرات وهي عبارة أثارت حفيظة عاملين بمجال حقوق الإنسان بشأن معنى قسرية محذرين من أن يكون الحديث هنا عن تشييد سجون لا مراكز صحية كما هو الحال في معظم بلدان العالم التي تتكفل في إصلاح ما أفسدته السلطة مؤكدين أن هذا الإجراء سينهي أي أمل في أن يتوجه متناول المخدرات إلى هذه المراكز طوعا إن وجدت أساسا ضبط أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون حبة مخدرة في منفذ القائم بغربي لنبار كانت مخبأة داخل صناديق فاكهة يحملها براد لنقل المواد الغذائية قادم من سوريا دفع منظمات حقوقية إلى دق نقوس الخطر فهذه الكمية الضخمة عد مؤشرا على استفحال تجارة المخدرات وكيف أن من يقف خلفها ويرعاها لم يأبه بفرصة خسارتها وبالتالي فإن الكميات الفعلية التي دخلت العراق وانتشرت بين محافظاته لا ربما أضعاف ما ضبط وهو ما يفسر إعلان الحكومة بين حين وآخر اتلاف مئات الأطنان من المخدرات حرقا موسيقى